السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا سادس الحصة الماضي اخدنا عن العناصر واخدنا عن كيفية كتابة رموز العناصر وفي اخذ الدرس حكينا عن الفرق بين الفلزات ولا فلزات اليوم ان شاء الله رح نحكي عن اهمية بعض هذه الفلزات في حياتنا اول فلز عندي اللي هو الالمينيوم احنا مفروض بلشنا نحفظ رموز العناصر وعرفنا انه الالمينيوم يرمز الى بA L بدنا نشوفها لا خصائص الالمينيوم يعتبر الالمينيوم هو اكثر عناصر الارضية وفرة اذا ما هو اكثر العناصر الارضية وفرة هو الالمينيوم الان اشي بدنا نعرف عنه انه ازا تفاعل الالمينيوم لما يتفاعل مع الاكسجين بشكل عندي طبقة اسمها اكسيد الالمينيوم طب شو اهميتها اكسيد الالمينيوم اهميتها انها لا تتآكل مش زي الحديدة الحديد رح نقض عنه كمان شوي ان الحديد لما يتفاعل مع الاكسجين بتآكل بيصده وبتآكل الألمنيوم عكسه الألمنيوم إذا تفاعل مع الأكسوجين بيشكل طبقة بيسموها طبقة أكسيد الألمنيوم وهذه الطبقة لا تتآكل عشان هيك بيصنعوا الطائرات من الألمنيوم هذا أول سبب والسبب الثاني إنه الألمنيوم متين وخفيف الوزن هلأ لو جينا لاستخدامات الألمنيوم عن طريق السورة الموجودة أمامي يستخدم في صناعة الطائرات زي ما حكينا قبل بشوي القصدير اللي بنستخدمه في البيت هذا مصنوع من الألمنيوم وصناعة الدراجات صناعة الأدوات المنزلية مثل التناجر مثلا نستخدمه كمان فيه صناعات كتير زي العلب زي المؤسسات ثاني فلز معنا لليوم اللي هو النحاس ورمز عنصر النحاس هو سي يو طيب يدخل النحاس مع العديدنا العناصر لإكسابها صفات مرغوبة هلا شو استخداماته أول رح نشوف استخداماته عن طريق الرسمة الموجودة أمامي طبعا هاد النحاس الخام اللي هي الصورة الموجودة بالوسط هاي بيصنع منه الأواني النحاسية بيصنع منه الاكسسوارات بيصنع منه السبائك بيصنع منه الكهرباء سلاك الكهرباء طبعا سلاك الكهرباء بتشوفون القطعة الخارجية هي البلاستيك اللي بتغلف النحاس عشان ما نتكهرم لكن هو أصلاك الكهربائية تصنع من النحاس آخر فلز معنا لليوم اللي هو الحديد ورمز الحديد هو F E بدنا نشوف ايش القصائص اللي بتميز عنصر الحديد يعد الحديد من أقوى الفلزات هاي أول إشي وبتزداد قوة الحديد إذا أنا أضفت له بعض العناصر فلو أنا جبت حديد وأضفت له كربون بعطيني سبيكة من الفولاذ وإحنا بنعرف أن الفولاذ قوي جدا فالفولاذ هو عبارة عن شو؟ عن حديد وكربون وانتبه أنه كربون مش أي عنصر تاني تمام؟ لو أنا عندي مجموعة من الأشياء الحديدية طبعا أنا بدأ جميعهم دلمهم مرة واحدة إيش بجيب؟ بروح جايبه مباشرة إيش؟ مغناطيس فإذن ينجذب إليه المغناطيس لكن زي ما بقوله عمر الزين ما بيكمل عنده سلبية إذا تعرض لا الأكسوجين والماء بتآكل وبتكون عندي صدق الحديد طيب حلو بسيط إني أنا إيش أسوي أجيب أدهان وأدهن هذا الحديد اللي أنا بدي إياه فإنت إذا بتلاحظ على شببيك البيت مثلا بتكون إيش مدهونة هي مش بس عشان تعطي منظر حلو لا عشان تمنع تآكل الحديد هلا بنشوف استخدامات الحديد إذا أنا بتطلع الصور الأمامي عندي عندي هون أول استخدام أو أول إشي ممكن أنا أستخدم الحديد فيه ليه صناعة البسامير ممكن أنا أستخدمه في صناعة الجسور ممكن أستخدمه كمان في صناعة الأبنية وفي سكاك الحديد هين نكون أنهينا درسنا لليوم يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر